السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد كانت مننا يا ربي يلقاكم في تمام الصحة والعافية وبأحسن الأحوال ولما يرى كيف العادة وحد الفيديو اللي هو سهل و بسيط و في المتناول وقبل ما نبدأ هالفيديو كانت مننا اللي باقي ما اشترك شي اشترك معايا في القناة ويضغط على الزر اشتراك باش هكي يوصلوا كل جديد ويفعل كذلك الجرس وكنتمنى انكم تبرتاجيوا القناة مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش هكذا يتكبر بكم وبالمحبة ديالكم وبالتفاعل ديالكم دابعنا بيدو فكرة اليوم على بإذن الله كي كتشوفو هنا غالي نحتاج واحد البنطفة لشكل ديالها سامبل غالي نحتاج هالدونتيل غالي نحتاج هالوريدات يعني تزين كيبقى اختياري عندي هنا احجام مختلف هاد الوريدات عندي الحجم كبير عندي الحجم صغير كذلك وغادي نبدو على بركتي الله بالنسبة لهاد البنطفة اللي كانت عندي سامبل خديت واحد القطعة للفورير هكا للسقطها من الاسفل وغادي لسقطها من الاعلى هدا هو الشكل الاول اللي غادي نشارك معكم ديال تزين وغادي نشارك معكم شكل تاني وتومك يبقى لكم الاختيار بالنسبة لها غادي نستعمل غير مصدس شامع باش غادي نخدم بغيتوا تاخدوا يبرا وخيطوا تزيدوا تبتوها كتر ممكن يعني كيبقى لكم الاختيار خديت هاد القطعة للفورير درتها من الاعلى بهذا الشكل بهذا الطريقة كي كتشوفوا هنا يا غادي ناخد هاد دونتيل هادا لكل الاسف بما انا ندرت الفورير فاجت ندير فوقوا هاد القطعة ديال دونتيل ما جا الشكل ديال هزوين نهائيا غادي نوريكم شكل تاني فوقاش غادي نستعملوا هاد دونتيل هادا هانتوما يعني الخدمة ما كتكونش عندكم شي فكرة مسبقة كتحطوا الموديل اللي غا تخدموني هانتوما كتخدموه كيبليكم شكل كيف غايجي هانتوما هادا انا ندرت في هادا قطعة للفورير مجا الشكل ديال هزوين صافي دبا غادي ندوز تتمت زيال القطعة الاولى اللي درت فيها الفورير غادي ناخد هاد الوريدات بالنسبة لي مشي تغير في اللون الابيض انتوما كيبقى لكم اختيار ديروا اللون اللي بغيتو مهم انا كنشارك معكم يانا غير الطريقة وانتوما تزيرها كيبقى بسالة ضبق وكذلك الالون عادي ناخدو حد كمية ديال الشمع اللي ضروري يكون سخون مزيان وغادي نتبت فيها هاد الوريدة بالنسبة لهذا يعني غير هاد الشمع هادا رح كافي كي يتبت مزيان بغيتو تزيدو تديرو شي غرزات باليبرة اه عفون تزيدو تخيطوه باليبرة والخط ممكن ولكن بالنسبة لي غير هاد الشمع رح كي يتبت مزيان سوف ادبا غادي نحطها تجوج وريضات صغارين مع الجوانب بها الطريقة كنعود نأكد انا ختمت غرب اللول الابيض باش هاد البنطوفات ماشى مع كلش انتوما بطابعة الحالة رحكوك تخدموه لحسب سلعة اللي غا تطلب منكم الزبونة اولا لحسب الموديل لان تبارك الله ما شاء الله ركيني الموديلات كتار وغادي نحاول في اخر الفيديو نخليكم بعد الموديلات هكا يعني هاد المشروع هادا رح دارج بزاف على الموضة هاد الايام هادي يعني اتخدوه كمشروع مربح ما فيه لا تامارة لا تشي حاجة وفي الحقيقة انا اتفاجأت يعني الاتمنة الباهدة اللي كيديروه هاد البنطوفات هكا بعدما كيزينوهم لا علاقة بالواقع كيتلبو فيهم يعني هما واحد هما البنطو ديال هم كيتلبو فيهم ميتين وخمسين درهم ميتين درهم في حين انا هاد البنطوفة هدي غا تشريها بتلاتين درهم والدزين ما غا ياخدلك شتا عشرين درهم يعني خمسين درهم ما معرفش هنا لاش الاتمنة هكا خيالية مهم كمل دزين درت هادوك الوريدات الصغار مع الجوانيب كيكا تشوفو هنا خديت واحد العريش هكا في هاد الحبيبات هكا حتى هما باللول الابيض كان عاود انا اكد انا هاد الموضيل هادا خدمتو كامل باللول الابيض وانتو ما غا تشيرو الوريدات العلوان اللي بغيتو او العلوان اللي غا تطلب منكم الزابونة طبعا هاد الحركين اشكال كتيرة ومختلفة في الاسواق بالنسبة الاتمنة كالتراوح مجوش درهم حتى الخمسة درهم حتى العشرة درهم يعني على حساب قدرة الشرائية ديال كل واحد وعلى حساب الموضيل والتامن باش غتخدموا الموضيل سفي خديت عريش اخر في نفس الاتجاه لسقطو مع الجنب هاد طريقة هادي وخاف الحقيقة التصوار ما عطيش القيمة لهاد البونطوفة نهائيا بحال الواقع كتبان رائعة هدا هو الشكل ديالها بغيتو تزيدو واحد الوريدة في الوسط غا تتعطيو واحد المنظر احسن لكن للاسف يعني بالنسبة ليه ما كنتش خديت وريدات كتار خديت غير بعض الوريدات الصغار اوجوش كبار ما تمكنش انا ننديرها في الوسط ولكن تمامل احسن نديرها في الوسط شوفو الشكل ديالها جحال جيزويون ديبا غادي ندوز نشارك معكم الشكل التاني او لطريقة زين التانية اللي هي سهلة وبسيطة هنا هادي غادي ناخد واحد القطعة ديال الدونتيل اي شكل متوفر عندكم ماشي شرط يكون هاد الشكل هادا بالنسبة لي اي 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 غير غادي نوريكم الموديل لان لاني غادي نخدم البونطوفة بجوج بالشكل اول غير بغيت نوريكم واحد الموديل التاني اللي هو سهل وكيجي قانيق وزويون سافي كيف قلت لكم كاتاخدو الدونتيل بالنسبة لي اخديت الدونتيل في اللون الابياد انتم اللون كيبقى لكم الاختيار تاخدو اي لون بغيتو هنا كنا اعتادر شي شوية لان ما عافتش بعت على الكاميرا شي شوية مهم هنا يالله كنا اخد القياس ديال هاد الشارط هادا ديال الدونتيل على العبار اللي عندي ديال البونطوفة حتى هو بنفس الشكل غادي اتاخدو غير موسدس شامع اولا غير الشامع يعني ديرو يسخل مزيان وتبتو به خوفتو انه يضطر لكم يعني هاد الدونتيل غادي تبتوه بليبرا والخيط سافي هنا مبعد ما تبتو غادي ناخد هاد الشكل هادا على الشكل تاج كي كاتشوفو خدمتو بالحجرات باللون الابيض والازرق اه بالنسبة لهاد الشكل هادا يعني ديجار اشاركتو معاكم في القناة اللي باقي ما شافش الفيديو غادي نخلي الرابط دياله في صندوق الوصف هادا هو الشكل ديالها صافي حتى ديكن تبتوها بموسدس شامع بغيتو تزيدو التبتو بليبرا والخيط ممكن يعني كي بقى لكم الاختيار وده بغادي نتلقى معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال جوج الموديلات اللي خدمت معاكم هادا هو الشكل للموديل الاول كيجي زبون وكيجي رائع وشي حاجة بسيطة وسهلة وكيف كنت لكم را ما كتاخد لا اشياء كتيرة لا مواد كتيرة لاتشي حاجة ديس في هالولو الازرق انتو ما كيبقى لكم الاختيار ديرو اللو الوردي او اللي يعني على حساب الرغبة ديالكم او على حساب الرغبة ديال زبونه لشنو الموديل اللي غادي تطلب منكم وده بنتلقى باش نشارك معاكم الموديل الاخر اللي خدمتو معاكم انتو ما كيكتشوفو هادا هو الموديل كيجي اكثر من رائع او هناكي كتشوفو حتة معاها البوندول اللي احتى هو ديجي اشاركتو معاكم في القناة اللي باقي ما شاف شرر الفيديو غادي نخلى الرابط دياله في صندوق الوصف كتجي شي حاجة اللي هي انيقة وزويونا وخصوصا هاد اللون الابيض يعني رح كيتماشى مع كلش ما عرفش هنا الفورير كيبان شوي عطى اللون غوز بيبي ولكن في الحقيقة لا علق يعني اللون دياله ماشي غوز نهائيا جاي بيض عطى البيش ما عرفش عشبان هكا في الكاميرا مهم ماشي مشكل مهم اني يعني تعجبكم الفكرة اختمناها بادوة بسيطة و باشياء سهلة وحتى الوقت اللي ما كنت اخدش منكم شي وقت كتير نهائيا ممكن تاخدوها كم شروع ما وربيح كيف قلتلكم رحا دارجع للموضة كيبغيوها العرايسات كيبغيوها نفيسات وكذلك حتى نسالي كيبغيوتها الله فرصهم ليما لا وهدا هو الفيديو دياليوم كانتمنى يا ربي نكون نفيدكم ولو بالقليل وكانتمنى نكون خفيفة ضريفة لقلوبكم واللي بغيت توصل معايا في الخاص مرحبا غادي نخليكم الانستغرام ديالي مكتوب هنا يا واللي عندو شي سؤال او لا شي استفسار مرحبا بالجميع غا نخليوها لي في التعليقات وانا كنجاوب كل شي بإذن الله وكانتمنى الفيديو دياليوم يكون لإعجابكم وشكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة